موسيقى السلام عليكم بالنسبة لدروس الدعم التي تمت برمجة أفضل الفترة هذه سنقدم في هذه الحصة درس توازن جسم خاضعة تثيري قوتين إذن قبل الشرع في الدرس لابد من تذكير بعض الأمور جداً إذن عندما نتحدث عن قوة في الميكانيك إذن بالنسبة للقوة فلابد من تذكير مميزات هذه القوة ثم طريقة تمثيل هذه القوة إذن لابد من تذكير مميزات القوة ثم تمثيل القوة إذن فيما يخص مميزات القوة فرأينا سابقاً منها لفل قوة أربع مميزات أولى هذه المميزات نقطة التأثير طبعاً تختلف نقطة التأثير حسب القوة فنقطة التأثير بالنسبة لقوة تماثل موضع أو موزة وكذلك نقطة التأثير بالنسبة لقوة عن بعض ثالي مميزة يخط التأثير عندما نتحدث عن تأثير فنبحث عن مستقيم يمر دائماً من نقطة التأثير وينطبق مع اتجاه مفعل القوة ثم ثالث مميزة هي المنحة إذن لما تذكر أن منحة القوة دائماً هو منحة الحركة التي تحدثها هذه القوة أو التي تحول إحداثها طبعاً تحرك أن الجسم في سكون آخر مميزة هي الشدة إذن شدة القوة مقدار مقابل للقياس يتم قياسه بواسطة الدين ومدر ووهدته العالمية نيوتر يرمز لها بآن فيما يخص تذيل القوة إذن دائما تمثل قوة بمتجها هذه المنتجها لها أربع مميزات لتحدث عن المميزات المنتجها هي أولاً أصل المنتجها ثم حامل المنتجها ثم رجح المنتجها وأخيراً منظام المنتجها إذن بالنسبة للمنتجها التي يمثل بها القوة يجب أن ينطبق أصلها أو أصل المنتجها دائماً مع نقطة تأثير ثم حامل المنتجها يجب أن يكون هو نفسه خط التأثير ثم منح المنتجها هو منح القوة وأخيراً ملغم المنتجها أي طول سهل أو طول هذه المنتجها يتناسب مع شدة القوة لذلك دائماً أثناء التنثيل لا بد من تحديد سلم مناسب إذن بعد هذا التنثيل سنمر لدرس اليوم وهو توازن جسم صلب تحت تأثير قوتين إذن لدراسة توازن جسم صلب تحت تأثير قوتين مختاركم التجربة التهيئة إذن في هذه التجربة سنستعمل قرصاً خفيفاً نعلقه إلى دينامو متريني دي واحد و دي اثنان كما توضيح التبيانات التالية إذن سنقوم بإنجاز تجربة ثم سنقوم بجرد القوى المطبقة على القرص الخفيف وتحديد مميزات القوى المطبقة على هذا القرص إذن نمر لي مشاهدة أو ملاحظة تجربة سنستعمل قرصاً خفيفاً إذن القرص الذي نستعمل من الورق المطوعة سنعلق إلى دينامو متر دي واحد القرص و نراحل إذن في هذه الحالة يخضع القرص لتأثيرين تأثير دينامو متر دي واحد ثم تأثير الأرض ليس القرص نشنا أن تأثير الأرض هو أو هي قوة عن ضع إذن في هذه الحالة يشير دينامو متر إلى الإشارة هذا يعني أن تأثير الأرض مهمة و ذلك رجع لكون الدرس خفيف إذن في المطحلة الثانية سنعلق إلى دينامو مترين نفس الدرس فنراحل إذن في هذه الحالة يشير دينامو متر دي واحد إلى شدة أربعان يطن يشير دينامو متر دي جوج إلى شدة أربعان يطن وبالتالي يبقى القرص في توازن تأثير القوة إذن لجلد القوة المطبقة على القرص في هذه الحالة المجموعة من درسات طبيعة الحالة هي القرص و يفضع هذه القرص هي أف واحد سنرمز بأف واحد للقوة التي يطفقها الديرامو متر دي واحد على القرص إذن اختبقها الديرامو متر دي واحد ثم يخضع القرص كذلك يتغير الديرامو متر دي اثنان عليه برموزنا بأف اثنان القوة التي يطفقها الديرامو متر دي اثنان على القرص إذن بعد ذلك رأمو لتحديد مميزات القوتين أف واحد و أف اثنان إذن سنحتفظ بنفس تبيانة نفس جملة و نستخرج مميزات القوتين المطبقتين على القرص إذن نبدأ بأف واحد إذن بالنسبة لي نقطة التدير إذن نقطة التدير بما أن تدير ديامو متر دي واحد على القرص تأثير تماسي الموضع فنقطة التدير هي نقطة التماسي بينها الجسم مؤثر والنثر عليه إذن في ذلك الحالة نقطة آ بالنسبة لي خط التأثير إذن خط التأثير كما قلنا في التذكير هو المستقيم المار ضعما من نقطة التدير والذي ينبلك مع اتجاه فعول القوة إذن في ذلك الحالة المستقيم الأفوقي المار من آ إذن في ذلك الحال المستقيم الأفوقي المار من آ تنعود للجربة إذن سنجسد خط التأثير بالمسطرة التالية ونلاحظ أن خط التأثير يمر من النقطتين A و B وبالتالي يمكن اعتبار خط التأثير القوة F1 هو المستقيم AB بالنسبة لي المنحة فمنحة القوة من النقطة A نحو الديناموميتر D1 فيما يخص شدة سنقرأ شدة وغشرة أف واحد تسبب معنا لكم على جهاز ديناموميتر معبور له مميزات القوة F2 إذن نقطة التأثير هي نقطة تمس دارما يبقى التمس غير خلط ديناموميتر D2 والقوص الخافية خط التأثير دائما سيكون المستقيم AB يعني المستقيم الأفوقي المار من B إذن كما رأينا قبل قليل فالمستقيم يمر من B ويمر من A فمحفظ المستقيم أفضل دائما بالنسبة لي المنحة فديرناموميتر ديناموميتر يضبط قوة المنحة ها من B نحو الدينام الشدة دائما نترك على هذا الديرناموميتر أربعة نيوتر أربعة نيوتر إذن نرحة جيدا من المميزات المتوصلة إليها إذن بالنسبة لي خط التأثير نرحة لنا للقوة ثاني F واحد و ألف جوج نفس خط التأثير أي نفس المستقيم نرحة بالنسبة لي المنحة من A نحو الدي بينما القوة الثانية من B نحو الدي أي في الحالة الأولى القوة الأولى المنحة نحو الدي الحالة الثانية المنحة نحو الدي وبالتالي نتحدث عن منحيان متعاكسة بالنسبة لي الشدة الغابة ومساجد أن الديرناموميترين يسجدان نفس الشدة إذن بالنسبة لي ستفتج شروط التوازن أو المشارقة التوازن إذن عند التوازن الجسم ستحت تأثير القوتين دائماً يكون للقوتين أولاً نفسها تأثير وما لا يزال لي خير يعني مستقيم أطف جريباً بها نفس الشدة ومنحية متعاكسة يمكن كذلك أن نعبر على شرط التوازن بين علاقة أف واحد زائل أف اثنان تسابس أو تسابسة يوم عادية هذا الشرط الأول والشرط التالي للقوتين نفس خط التكهير إذا إذا كانت تكهير فممكن أن يكون الجسم في دوران إذا نمر التمرين التباقي نمر التمرين التباقي إذا معتدروا التباية التانية السؤال الأول أفضل أجرد القوى المتطفقة على الصفحة B ثانياً حد المميزة خير ذيلها ممثل على الصفحة B ثالثاً بتسبيق شروط التوازن استنتج مميزة خير على الصفحة B رابعاً جرد القوى المتطفقة على الصفحة نكتب أولاً المجموعة المدروسة إذا المجموعة المدروسة فالحالة هي الصفحة B جرد القوى إذا نبدأ بتكثيرة التماس إذا بالروجل للتبيانة فالصفحة B تخضعوا بتكثيري الديناموعة ترسة أشير لها تأثير F1 إذا F1 تأثير الديناموعة على على الصفحة B ثم تأثير التماس ثاني F2 تأثير الخيط على جرد الجسم المدروسة دائماً الصفحة B إذا قوى عن قوى ستأثير تأثير الأرض على الصفحة ولكن لكون هذه الصفحة خفيفة جداً يمكن أن نهب هذه القوى هذه القوى أمام القوتين فوحوا فإذن إذا نظر السؤال ثاني حدد مميزات تأثير الدناموعة على الصفحة إذا المميزات القوى أسوأ تنسى من الرمض إذا المميزات رأينا أن لكل قوة أربع مميزات نقطة التأثير نبدأ لنقطة التأثير إذا نقطة التأثير في هذه الحالة هي النقطة إذا نلاحظ إذا أن التمثلين الخيط الدناموعة والصفحة التي يتم في إذن سنحضر مباشرة إذن حدد التأثير نقطة إذا من خلال تبيانا هو المستقيم الأفقي المار من أ يعني كالتداد المستقيم المنطفق مع خيط الدنامومتر وفي نفس مبز ينظر من أ ونعتبره أفقية ثم المميزة الموالية المنحة إذن ينطبق الدنامومتر قوة على الصفحة منحها من أ نحو اليمين أي نحو الدنامومتر إذا سأسجل من أ لحو اليمين ثم المميزة الداخيرة الشدة إذا نقرأ على الدنامومتر مباشرة شدة أف واحد الإشارة فنكسب دائما رمز شدة القوة بدون متلية تساوي إثنان نيوتون لننسى كتابة الوحد إذن السؤال الموالية إذن تستمع شروط التوازن السنتيج مميزة خير الخير إذن تستمع شروط التوازن سيسمعنا بمرور من مميزة أف واحد إلى أف جوج إذن تستمع شروط يجب أن يقول للقواتين أف واحد يعني أف واحد وأف اتنان نفس خط التأثير ومن حياة المتعاكسة ونفس الشدة إذن من خلال هذا الشروط سنسى شيء مميزات مميزة خط التأثير إذن تستمع شروط التوازن سنحتفظ بنفس خط التأثير له المستقيم الأفق دائما بالإشارة فهذا المستقيم الأفق يمر من ويمر من ويمر من إذن فهذا نسجل هالمر من نقطة تأثير الخط على الصفحة الملحة إذن نتحدث عن الملحة المتعاكسة لأن نستمع شروط التوازن إذن بالنسبة لف واحد كل الملحة من نحو اليمين نحو اليسار أو من ف نقطة تأثير نحو اليسار أو من ف نحو الخيط ثم الشدة إذن بالتطبيق دائما شروط التوازن ف ف ف ف ف إذن بستعمال هذه المميزات سنقوم بتمثيل القوتين إذن رابعا نمثل بالسلحة الحقيقي القوى المطبقة عن الصفحة إذن سلحة الحقيقي يعني قد نخذ سنتيمتر لكل واحد ميوتن بدينا الاف واحد تساوي اف اتنى تساوي اتنى ميوتن وبالتالي سنمثل كل قوة بمتجهة من ضمها سنتيمترين إذن تنثيل قوة اف واحد نبدأ بتنثيل من نقطة التأثير وفق خط التأثير وحوال ينين وبالتالي سنقوم بتنثيل متجهة من ضمها سنتيمترين نكتب القوة التي قمنا بتنثيلها اف واحد والإشارة فالمتجهة المستعملة اف واحد من ضمها سنتيمترين ثم سنقوم بتنثيل القوة اف اتنى بنفس الطريقة سنقوم بتنثيل من اف نقطة التأثير نحو اليسار على حسب منحها القوة وبسهم او بمتجهة دائما من ضمها سنتيمترين اذا نكتب اف اتنى متجهة القوة التي يطبقها الخيط على ارض النوم شكرا على انتباهكم